شوفت المجنون عايزي اعتذر عن تقديم البرنامج انا قلتلك انا قلتلك الهلالي طول عمره كده علو اهلا وسهلا يا معالي الوزير والله يا فندم انا بعتذر بشدة اصل الدكتور هلالي يتاعب فجأة واضطرين ان ينقله المستشفى على الوم يا فندم احنا حطينا حلقة قديمة مسجلة علشان ننقذ الموقف ايو اشاجي بيه ايو والله ما كلنا نريد البرنامج بحير خلاص انا مش هحسبك عن الاعلان اعتبره هدية من الشباب مع السلامة شوفت الوزير زعلان جدا وعايزي واقف البرنامج والمعلنين مسع حبية البلاط انا لازم اعرف بالدكتور هلالي ليه غير رأيه في اخر لحظة وبعدين قاعد معا خالد ابن المدة دي كلها بيعملوا ليه اكيد خالد قاعد معاه بفتحه في مسألة الجواز بس ليه اعتذر على البرنامج ليه مسألة غريبة يا اخي لا مش غريبة الحاجة اكيد الهلالي رفض التوازن انا لازم اقعد معاه بمنتهى سرعة بس قاعد معاه لازم اقعد معا خالد ابني واعرف ايه الموضوع بالزبط اكيد في حاجة اكيد باباكي شافه قبل كده او قابله مع ابو يا مو انا ما كانتش فاكرة اسمه من قبل ما يجي واول ما شافه كأنه شافش تنطلعه من تحت الارض حاجة غريبة قوي تصوري ما تدلوش فرصة حتى انه ينطق وطرده انا مش عارفة بس خالد هيكون عامل ايه اكيد في حاجة حصلت بنتك لسلمان وابوكي ايوه هتحصل انت ما احنا متعشين مع بعض امبارح كلنا وده انه يوم الصبح بابا قابل خالد بابا حضرتك عملت ايه مع خالد ليه بابا انسي موضوع خالد ده خالص الصفحة دي تتقفل نهائيا ليه يا بابا خالد ناله عشان ده اخر واحد في الدنيا ممكن احط ايدي في ايده دولاس مليونيرات معاهم فلوس من تلتلة محدش عارف ده ابوها من ايه انا مابعش بنتك ولا اسمي بكلوز الدنيا يا اخنا يعني ايه مصطفى الهلالي ايه ناسب باك يا سلمان شوف يا زينك انا عاشت يا بنت توم عمري ماشي في طريق امك اكثر واحدة في الدنيا هاجي على اخر الزمن انا اسب الفلوس والسلطة ما كانت تحت رجلي انا اللي رفضتها انا كمان بامر بمرحلة دقيقة جدا للوقتي في حياتي مش عايز كلام مش عايز ممكن تنال من سمعتي بابا خالد زنبه ايه يا بابا زنبه ان ابن بكر السلمان وان ابو غني يا جريمة ان ابارح قلتلي يا مصطفى ان الرجل ده كويس قوي ومحترب وبيعمل خير كتير ايه اللي غير رأيك فجأة كده والله ان فكرت كويس ليس ان ده احسن قرار خدته وده اللي خلاك ما تقدمش حلقة النهاردة يا مصطفى انتظرت على البرنامج كله بقولك يا مصطفى انت كنت تعرف خالد ابي ما تشوفه النهاردة ايه ما عارفه كويس موطيش كلام ده ابي كده يعني انت كنت فرحان قوي لما تقدم لبنتك اوه ده حقيقة انا اوه زنب دي تبقى بنتي انا اكتر واحد في الدنيا عارف مصلحيتها اسمعها يا زنب انت املك ما رفضت لي طلبك وعارف انا بحبك اديها خلي تاتي اشتبه من حقيقتك زي ما انا شطقت ابوه بس انا يا بابا انا ارفض طلب بابا يا زنب لا يا بابا حاطر ماانك الأستاذ الرجل الميلياردير ده اللي بقاها فلوس الدنيا عايز يجاوز ابنه البنت ده وان حالت حاجة يا مصطفى انت اي حد يتمنى ينزبك يسيدك من الكلام ده يا اهمان المصالح اللي بتحرك كل اللي حوالينا هم رفادوني من حزب الفضيلة ده فصلوني من الجامعة ليه البرنامج اللي انا بقدمه ده بيصرف عليه كل الملايين ده ده انت عارفة انا الطريق اللي عملوا باكر بيه الكفر اصابق ده جاب ثمنه من حلقتين وهيخصمهم من اقراض الطبيبي على انه تبرعات الحاج بيخسر غير انا كله بيكسب باكر بيه هيبقى وزير انا طبعا لازم ابعوضه مجلس شعب وراجي خيره علي وهيناس ابني مش اقدر افتح بق بكلمة ولا اقدر اسأله اي سؤال لو حصل اي تجاوزات منه التربيطة الواضحة انا بيش تلوني باكر بيه سلمان هو عطيك السعاتي هو رضوعني الكومي وانا ما حنتيش في الدنيا غيظة الفضيلة ومش اقدر ابقىها باي تمن انت فكرت في كل الكلام ده قبل ما تقابل خالد بن عرض ايه ما فكرتش يا مصطفى ان بنتك ممكن تكون متعلقة بخالد اللي بنت لسه صغيرة وهتقابل اللي احسن منه بس انا كمال ما حطهاش في العباء قذرة بالشكل ده بكري بيه اهلا وسهلا معلش ان انا جيت كده على طول من غير معاهد علشان البيت بيتي طبعا بيتك تفضل حضرتك فيه بقى يا فتة الوستاذ الحرار ده اه بقى تفضل بقى دي عاملة تعملها فينا يا راجب وقعت قلبنا تفضل تفضل استراها تفضل يا حزاءة يا رجب ايه ده وش ده ياائي ده انت شاهد مني اوي جرى يا دكتور انا عملت فيك حاجة هنالسا نبالح مزعون مع بعض وكل ده سابنا على العساق هاااااااا اكيد عشان انت اللي دبعت الحسام انا مارش حصلي اه من داق شوية هو ده با يا سيري اللي جابني على ما لوشي ايه الحكاية انتش عاست قدم البرنامج ولا يهدك فداه يميد برنامج يا سيدي انا اللي يهميني انت وبس وشوف اما قولك اذا كان خالد ابني دايقك في حاجة انا اقطم لك بقى في اي تاني بقى انا عارف ان الخبطات عليك كانت كتيرة اول من الفات دول بس انت جبل الجبل يا دكتور هلالي عارف كمان ان موضوع الجامعة دايقك وموصف فيك لكن انا قلتلك اصبر اصبر وكل اللي راح هيرجع تاني واحسن من الاول كمان انا بس انت عايز اقولك انا عملتي ايه قلت فتنى لما الحاجة تخلص وبعدين ابلغك انا سيدي كنت مع رئيس الوزارة النهاردة الصبح وكلمت بموضوعك الراجل وعدني انه هيكلم رئيس الجامعة علشان ترجع تاني والله يا دكتور والله يومالك علي يا يمين كل حاجة هتخلص بس مفيش دائم انا عقدها على نفسنا قوي كده ونحبط بتشرب ايه بكل بيه لا بعد اذن حضرتك بقى انا لا هشرب ولا هاكل لحد البيه جوزك ما يفردها شوية ايه دا دا انت بخش بخش الراجل بس انت انه سمع من الكلمتين دول والتكشيرة كترت ايه فمحبس على لحم بطني بنا الصبح وسبب جوزك انا عندي ماكرونا ولحمة محمرة ايه اوي 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 تاخير ربنا ونعمة حالا يا بكر لي ايه بقى انوصطفى بيه رفضت ابني خالد لي انا مليش جاي علشان اضغط عليك لكن من حقي ان انا اعرف بتعارف يا دكتور غلوتك عني وانا متأكد انك انت بتحبيني ومتقدرني بتقدر تقولي بقى رفضت خالد ليه معلش يا با كمش علوك يعافيني من الاجابة عن السواد ده لا طبعا انا مليش هعفيك من الاجابة على السواد ده مش علشان اناقشة او خليك تغير قرارك اجايزي اخي كن في حاجة غلطة عندي عندك هالي واقدر اصلح ابا كريبي احنا ناس مستوانة المدى على قدنا مهدش بنت لما تيجي تتجاوز تتجاوز واحد مستوان مدى اعلى يا سيدي احنا اللي جنانة واحنا اللي بدين ايدينا وشنين وعدين التمالك دي حياتهم هم احنا من نلتقر يا قرص وبعدين افرد يا اخي ادي زينب بيدك الله لا يقدر راح اتحبت واحد فقير بحلتوش اللظة وجات قالتك يا بطأ انا عايز اتجاوز ده كنت اعترضك اذا سمحت يا بكر بي هننقفرها الموضوع ده لا يا دكتور مصطفى الحكاية مش حكاية تفاوت في المستوى المالي انا خالد لحكالي على كل حاجة حكالك ايه؟ حكاية البنت اللي اعرفها والتها شفت ووضعها يا دكتور يا دكتور لا شاده لازم يعيش حياتك واحنا كلنا مضينا بالنطفى بعدين لما بلاي انسانة طيبة وبتربية وبنتي ناس خلاص كل حاجة بتتغير وداعب بحصل بخالد بنتك يا دكتور هي اللي غيرتو واحنا بزمتكم ما كنتش تلعب اليقان كده وهك clause كده هاااااااا ا實衡 دقيت تأكيد ت crawlingلوا ايهاااااااااااااااااااة ابنك يا بكر بي ضيع المنتي ماضي عليها ماش حال بيضيع حال ياعمه لاني ايه هتت مكت صايعة وملاش أهله ابني مشي معاها يومين وخلاص يبقى هنمسك بقى في الواد والبت ونحطمهم ونقب في طريقهم عشان واحدة صايعة البنت دي مصايعة يا بك المين البنت دي ضحية ضحية ولد زي ابنك ضحك عليها وجرجرها لطريق زي الزفت ورمها زي الكلبة وضحية واحد زيك يدي الابن يلعب بالناس من غير ما يتحرك ضميره وضحية ضحية انا كمان لو سكت وكفقت الولد دا وجاوزته بنتي ايه دا ايه دا انا ماليش فاهم انت مهتم قوي بالبنت دي كده ليه يا سيدي ازا كانت عايزة حاجة نقب جنبا الفجوز متقدرش على كل حاجة انا كده بيها انا ماليش فاهم انتعايز مني ايه انتعايزني اجاوز ابني اللي بنته صايع مش معها يومين وسبقها ويسيب بنتك المتربية المؤدبة اللي مش قادر يعيش من خيرها باك ربي انا ماليش بالنفسي الجوز انا ماليش بالنفسي ماليش بالنفسي ايه الفبس انا ماليش بالنفسي اواليش بالنفسي ها ديسنك هادم ألو؟ أيفن؟ مين عايزو؟ نانسي؟ دي أواحد ديسنك أيفن؟ أنا أسفني كلمتك في البيت بس أنا قلقت عليك قوي تلي فرق مقفول طول اليوم وقلقت عليك أكتر لما لقيتهم بيزيعوا حلقة متعادة أنت كويس؟ أيفن كويس مفيش حاجة بيعمل أنا مش هعمل برنامجة تاني خلص طبعا أنا عايزة أشوفك أصلك وحشتني قوي قوي حلمت بيك مبارح بحبك بحبك مش دي البنت لنتك اللي تتعلمتني عنها؟ أكلمها ألو؟ 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 أيوة يا دون؟ زي حضرتك؟ لقد عاد أمامك ويزة؟ وزي زينة؟ لأ إن شاء الله هروح لها المعرض بس أول ما خايفة مرسي يا تونت، مرسي قوي ألو؟ 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 تتكليمي مين؟ تنت تنت مين؟ مرأة مصطفى ألو مصطفى! بطلي بقى مصطفى مصطفى دي، أتلمني، تفم أم أبوكي واحد بحجه وبموت فيه، عايز أنا أقوله لأيه؟ يا أونكل، يا خال، يعمل حدك ما تتلمي؟ ده بيعملك كأنك بنته بالضبط؟ هو حر يعملني زي بنته وأنا كمان بقى حرة أحجه زي ما حجه يا سوسو شوفي يا نانسي شوفي يا حبيبتي أنا بزافر يوم الغميش وعايز أقولك على حاجة مهمة أولا أنا عارف أنت منكيش حد في الدنيا يا حبيبتي بس لو همك ولا عميتك حاول يستفردوا بيك ولا يتصلوا إيهوا يا تروحي مطرحيش غلل الدكتور مصطفى الهلالي هو ده الوحيد اللي في الدنيا كلها بسق فيه فيه يا ماما أنت محسنة أنك تعودي هناك كثير قوي تش قلت أنك رايحة ورجع على طول؟ تخبي على حاجة؟ زي ما قلتلي كنتي صدقيني يا حبيبتي هي دي الحقيقة طب أنا زيقتي بقى قوي من هنا زيقتي بجد من الحبس الإنفراضي ده أنا أخرج من هنا إمتى؟ أنا قدتي وحشيتني ما قلتلي يا حبيبتي استحميل الكاميون طول؟ أنا زافر ورجع تكوني خفيتي وبقيتي زير طول؟ طب ما هو النبي؟ عايزك تجيبي لي شوية كتب من بتوعك كلية جمي برنامج العلاج يا زاكر عشان لو يخش في متحنات الثانية ما قلتني أتجميلك بقى لك يا حبيبتي أهدى الكلام الصح وعدت مصطفى بكده؟ أنا مش فاهم ده يبقى الراجل تجنب بقى أنا أروح لحد بيته علشان أفهم مني يوم يطربني يا جماعة أنا قلت لكم ومحدث سمع كلامي الهلالي طول عمره كده أنا بستغرب بستغرب لموقفه ده أنا تكلمت مع الهلالي ده أكتر من مرة وعرفت منه قد إيه هو طاير بيك يا باكر بيك كان دايماً يقول لي أخيراً عرفتني بحد كويس بجد طول عمره ما بيتجنيش منكم حد يسر القلب أمال إيه سر القلب اللي اتقلبها علي دي؟ إن ابني طلب بنته للجواز هو ما قالكش إيه سبب بالربط؟ الحكاية وما فيها يا سيني خالد ابني كان يعرف بيت ابني إياه بس خلاص سبها وتعادل حاله وبقى كويس هو إيه اللي عرفه إن خالد كان يعرف بنته؟ ما عراش، خالد بيقوله إن شافه معاها شافها معاها حاجة كده ما عرفني؟ هي البنت اللي اسمها يا باكر يا أخي انت بتسأل أسئلة جريبة قوي؟ تفرق فيها الحكاية دي؟ أصلا أنا في حاجة فرمالي لو طلعت صح، هنعرف إيه سر قلبة الهلالي المفاجأة دي؟ سلاب، طلبونك أيو يا خالد اسمح بس أما أقولك البنت اللي إذا كنت ماشي معاها دي، كان اسمها إيه؟ يا سيدي عارف إن ما كانش في بينك وبينها أي حاجة، بس قولي اسمها إيه؟ طيب، اسمها نانسي بس خلاص، أنا كده عرفت كل حاجة، والهلالي عنده حق إنه يعمل أكتر من كده مئة مرة ليه بقى؟ لأن نانسي دي تبقى بنت الهلالي أه؟ طيب، بنته إزاي؟ أنت فاكرين لما الهلالي جادنا فجأة؟ وقال إنه واقع في مشكلة مع سعاد الصيفي الرقاصة، لما قالت له إنها مقلفة منه بنت في الحرامة؟ أي طب، شام؟ أنت عايز تقولي، البنت اللي بيقول عليها خالد، تبا هي البنت دي؟ أيوة، بس الموضوع ده خلص خلاص، والهلالي نفسه قال إنها كانت تهري جاية وانتقت لا، الموضوع مخلص، والهلالي طلبني مرة بالليل، ونزلت معا روحنا معا الديسكو عشان نجيبها من هناك، وكاد حالته ززفت أيوة عشان، بس أنت مقدناش على الحكاية دي قبل كده؟ لأنه طلب مين من كده؟ وقال لي مش عايز أي حد يهرف الموضوع ده، وأنا احترمت رغبته بس، 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 أنا فيمت الموضوع ده الحكاية خطيرة هولو، الرجل فعلا يبقى معذور، ونعمل أقول له بيت صايعة وملهاش آكل وهو أبوها، إيه، 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 إلا خبطت الدنيا ملجال مقصد بس ده الرجل ده فعلا يبقى في هزمة، وربنا معاه، ده حتة ورقة مزوّرة ملهاش هيمة، ألبت الدنيا عليه، إما لما الناس تعرف بمخل البتن من الحرقة، هاي بقى موقفه إيه؟ يا أستاذ، يا أستاذ كل نهر ساعته لسه مقضيش، الموضوع ما يستناش أكتر من كده، وده عاوز إيه ده؟ عاوز يا قابل سيادتك، بيقول في مسألة مستعجلة جدا، تمت قابل، انت هتعرف ما أنا حاولت معايا مختار بيه، بس سيادتك عارف نوعيات دي، ده بقى الأربع ساعات قاعد برا، ما بطلش شور بشاي بالقرنفر لا، خلي يدخل، خلي يدخل، يا حضري فرن حوز، تفضل يا أستاذ الأدوان، على إذنك، ده شرف كبير، إننا رحظة بمؤمنة سيادتك يا مختار باشا، نحن جاييني موسي الأياد، انتفضل، 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 انتفضل إيه زيت فضلك يا ساعت الباشا؟ نعم، نعم الله عليك يا باشا، أنا جاي عشان أصلح السورة اللي ساعتك واخدها عني، وأزيل أصل سوق التفاهم سورة إيه وسوق التفاهم إيه، أنا دي أول مرة أشوفك فيها، بس بالتأكيد سمعت عني، ومن سمع ليس كمن رأى، وأي كلام وصل جنبك عني، يبقى كد وظلم وأفترق أنا ما سمعتش عنك أي حاجة، أنا جاي أشتكيلك يا باشا، تشتكيني من مين؟ من عطية به الساعاتي، وأعطية به الساعاتي عملك إيه؟ داير في البلد يا ساعات الباشا، يقول اني أنا خدت منه فلوس، وأني أنتصف نواضر يا باشا، إذا كنت يخدت منه حاجة، وصحيح يعني، إحنا في إيه منتخابات، وكل مرشح طبعا بيحاول يطلع القطط الفطسة في المرشح المنافس، إنما توصل إنه يدهلني إن أنا قبدي إيدي وأخد فلوس، طب أخد منه فلوس بتاعيه، ها؟ ولو كنت يخدت منه فلوس، يثبت، أنا ما عنديش فكرة عن الموضوع ده، يرضيك يا ساعات الباشا، في ظل الديمقراطية اللي إحنا عايشينها ديه، يجيني مكتبي، ويهددني، ويقولي لو ما انسحبتش من الانتخابات مش هيحصلني طيب، طبع من ايه؟ أنا رجل على باب الله، ده ننازل مستقيل، لو أراي حزب كبير بسم الله، ما شاء الله زي حزب الوحدة جدا يقف معايا، ولا عندي رجال أعمال يصرفوا علي يا أستاذ ردوان، ما حدش يقدر يمنعك من دخول الانتخابات، الفرص متاحة للجميع ومتكافة الله ينور على ساعتك، ربنا زيدك، ربنا زيدك، أهدي جاي لك بقى، عشان موضوع الفرص المتكافة ديه، شوف ساعت الباشا، الدائرة عندنا بقت مولد، كل من هب ودب مرشح نفسه لازم الكبير اللي زي ساعتك بقى، هو اللي يحسنها، يعني لو انت قلت لي انسحب يا ردوان من الانتخابات، والله ما قاتل للك كيف واخرض من مجتمعك على بيتي يا عيدة، وأفضل حمس نفسي في الماء، مخروم صغير بعد الانتخابات ما تإخلص، وتنعاقب الجلسة المشتركة بين مجلسي الشعب والشهور شوف يا أستاذ ردوان، أنا ما قدرش أقولك كده، ده حقك اللي كفل هو لك الدستور وما فيش أي حد يقدر يسلبه منك يا سلام، يا سلام، أنا كنت واسق إنك مش هتقدر الظلمة أبدا، أنا جالك لساعت الباشا، عشان أفرد الورق قدام عينيك محمد عبد النعيم، شكته إيه ويت، والناس تلمت حواليه، أيها بس ده نازل عمال، وعطية السعاتي، زي ما سعدتك عارف يعني، لما أمزلت الكلمة انضرب في السوق، وده ليه؟ لأن عطية السعاتي بيقول كلامه ما بيعملوش، وقربها حكاية الكبري، إحنا شفنا رسوماته وما شفناهش تاني، ومسعد المرشدي، مرشح حزب الفضيلة، مكان الهلالي، أه خاد كل اللي عملوا الهلال، الطريق، والمدرسة، والمستشفى، والناس هبوا للحزب، أه ركب الموجة بقى وهو ماشي، يبقى ما فضلش غير مين ما فضلش غيرك يا أستاذ ردوان، بس هلالي بقى راجع تاني ونازل مستقل، الله ينور على سعاتك، أديني فردت الورق كله قدامك، تفتكر مني اللي هيقوش؟ الله أعلمكم، الله حلوة حلوة، سريع البنيها سعاتك، لا، خلينا في سعاتك، نحسب بقى سعات الباشا مع بعضنا كده، ووحدة وحدة، اللي هيكسب الليلة هو اللي هيقدر يعمل تكتلات، الجماعة بتوع محمد عبد النعيم، كان روحها للهلالة، أيام ما كان سيتو زعق يعني وملعلع في البلد، وهو رفض يحط إيده في أديه، يروحوا لماذا؟ يروحوا لمسعد المرشدي، يبقى احنا لو ضربنا مسعد المرشدي، نبقى قدرنا نضرب لتنين، مسعد المرشدي ومحمد عبد النعيم، طيب، واحنا حنضرب مسعد المرشدي ازاي؟ لأنه هني مخبيش عليك يا سعات الباشا، أنا كنت قفضيت شوية كده يعني في حزب الفضيلة، وعرفت بلويه، وعندي مستندات تودي مسعد المرشدي السجن، مسعد المرشدي يعني عارفه من زمان، من الكفر، طول عمر ماشي وراء الهلالة، وأما الهلالة وقع، وهذا سعى ليه؟ أنت عايز توصل إيه يا ردوان؟ الله حيوة منك، طلع زي السكر، قل لي يا سعات الباشا ردوان على طول، أنا عايز أحس أني من أهل البيت، هو دي اللي أنا عايز أوصل له أنت عاوز تنضم الحزب الوحدة يا ردوان؟ ياريت يا سعات الباشا، أهو برضو وقفتكم جنبي وببركتكم لي، هتقوئني، أنت عايز تحل محلة عطيها السعات يا ردوان؟ وراء ونكشفت يا سعات الباشا، هتنعب عليها ليه؟ أنا هنجل مستقل، وهنجح بمشيئة الله وبواقفتكم جنبي، وأول منجح أنضم الحزب الوحدة على طول، ويقدر بداخل الكهار؟ طب وفرض بقى يا ردوان أن أنا وفقت على العرض اللي أنت بتعرضه ده، هيبقى فاضل الهلالة، هتعمل إيه ويا الهلالة؟ يعني تفتكي يا سعات الباشا، اللي طلع ورقة مرمطة الهلالة وجابته الأرض، وخلت فضحته بجلاجل، ما عندوش ورقة تانية، لما أخذ يا سعات الباشا، أصلي أنا غاوي ورقة، أي حتة ورقة قديمة، أحتفظ بيها ومرميهاش، حتى لو كانت أسقوصة من ورقة بردي، من أيام الفراعنة لا يا بابا، أنا لا يمكن أزعل من حضرتك أبدا، لا أنت زعلانا، لا يا بابا، أنا لا تزعلانا ولا حاجة، بس أنا مش فعل، أنا فهمت، الولد ده أنا عرفه كويس، أنا عابلته أكثر من مرة، أنا يمكن ما عرفش إنه ابن بكر سلمان، بس يكون أبوه بجنبي ولا سعيدني، ده مش معناه إن أنا أخفر للورد ده اللي عمله، واللي شفته بعناي، طب إيه اللي عمله خالد يا بابا، وحضرتك شفته فيه؟ شفته في كل الأماكن اللي ما يصحش يكون فيها، شفته سكرانه بتخنق في الدسكو، وشفته في الاسم معبود عليه، وشفته وهو بيشرب مخدراته، والأهم من كل ده يا زينبا، الإنسان اللي أنت عايزة ترتبط بيه ده، ده بمر حيات بنت مسكينة، أكبر منك بسانة واحدة، طب، وإيه اللي خالد حضرتك تروح الأماكن دي؟ كنت بنقذ البنت دي من ولد ده، والبنت دي طبعا نانسي، مش كده؟ أي يا زينب كده، حتى لو كان خالد عمل كده فعلا يا بابا، ليه ما تقولش إن نانسي هي الغلطانة مش خالد؟ تفتكر حضرتك، لو بنتك زينب ما كان نانسي، كانت هتلاقي نفس المصير ده؟ لا طبعا، ليه؟ علشان أنا ربيتك على الأخلاق والفضيلة، نانسي يا بنت حظها بحشة، ما لقيتش الأب اللي يربيها ويعلمها، ويوجيها للطريق الصحة أنا مش عارفة حضرتك بتدفع عنها كده لي، مع إنها غلطانة، ليه بتحمل خالد كل المسئولية؟ ليه بتقولش إن هي اللي شجعته على كده؟ علشان البنت جوها مضيفه كويس، أنا متأكد يا زينب وإيه اللي مخلي حضرتك متأكد قوي كده؟ علشان أنا عارفة كويس هاموط، وانت هارفة حكمها عن الناس؟ عموما يا بابا، أنا مقدرش أعمل أي حاجة حضرتك مش راتي عنها، أنا قفلت الموضوع ده خلاص، لإنك أغلى حدة عنتي في الدنيا كلها تُقلت عليه تفضل ظهرم تفضلي المفكرة حير وقالي، ثم الحمد لله الأمر فتفضور، ما سأجنش لحفظ مستعوي على الورد، عرفت إنني كنت جيسي уж أنا كنت معي، أريد أنا تشوفك، أيه الله المرضي انا جايلك لوحدي ومن غير ما بابا يعرف يا اهلاً وسهلاً انتي كنت بتذكره؟ لا يا حبيثي انا بقرك المتين بس بنعوض اللي فيك يعني مش عايز اكون اعطلتك لا لا خالص يريد تعطلني انا انا عادة في حبس امفرادي ام نانسي لو سألتك سؤال ممكن تجاوب عليه بصراحة صراحة؟ ان انا مداب تفتكري لو حبتي انسان والانسان ده ما حبكيش تفتكري يبقى مزدب ويدفع تمن انه ما حبكيش هم؟ مابوع قلعه ولا ايه؟ مابوع مستفى ده ما بتبليش غابتك شوية تشابه ايه زينة؟ تشابه ايه حاجة؟ ولا حاجة ما ردتيش علي ايه 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 هو القلب؟ ايه حتى لو ما حبنيش يا زينة كيف هي ان انا افضل احبه؟ انا مش عايزة ما الدنيا حاجة غريق ان افضل احبه حتى لو حبك لي كان عقبه في طريق مستقبله حياته انا اعلمني ما فكرت اكون عقبه في حياته بالعكس والله العظيم ما بتمنى لحد انه يبقى سعيد ومبسوط قد ما بتمنى له انا كنت متأكدة ان انت انسانك كويس وحطقه في جنبي انا مستعدة ان افضل لك اي حاجة تطلبية منه انا اعوزك تقنعي بابا بايه؟ ان انت او بتحبيهوش هو رسه حاس ان انت بتحبيه وده محسسه بالذنب من ناحيتك انساني اقنع عبوكي بايه ما باحبهوش ايوة تقولي له كده تقوليه ان هو كان بالنسبة لك مجرد صديق واخ وعمرك ما فكرت فيه كزوج او حبيب وصدقيني انا وخالد هنشلك الموقف ده خالد؟ خالد مين؟ نانسي من فضلك ما تلعبش بايا انتي عارفة كويس انا بتتكلم على مين لا وحيت ابوكي واحدة واحدة كده عليا عشان انا غبيله انا مش مهم حاجة ايه دخل خالد بالموضوع اللي احنا بنتكلم في دلوقتي انا وخالد بنحب بعض او عزين نتجاوز وبابا رفض الموضوع ده تماما بسببك انتي وانتي عرفتي خالد ده من ايه؟ دي حكاية طويلة بس المهم ان انا عرفته ايه بس انتي وخالد هو والله العزين ما صدق واضح ان انتي لسه بتحبيه احبه ايه ولا استزراحته حتى قال لها امال بابا ليه مصرع الرفض؟ ليه محسسني ان انا باخد خالد منك؟ يا زينب خالد ده ولا يفرق معايا اصلا لا اله الا الله قالت فغولك فورق السلفان وبعد خولك على البيت دي لبري مسكي يا حبيبتي مسكي بندعش تطري على قلبك اصلك ايه الاقوي يا حبيبت قلبك مسكي انتي انا بتكلم بجد دلوقتي وانا كمان بتكلم بجد يا زينب مفيش حاجة بيني وبين خالد خلي بالك من الواد خالد ده لا مش سهلة خالص انا مش بكراهك فيه ولا حاجة يمكن يكون ربنا هدا ورزي عنه وحبك بس برضو خدي بالك المهم دلوقتي هتكلمي بابا ولا لأ طبعا هتكلم باباكي هو باباكي ده يقدر يرفض لي طلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته لا يا حاج محمد سهلا وسهلا دي الوقت يا اخ محمد والكلام للاخوة الافاضل برضو حضراتكم عارفين ان انا نزل الانتخابات بصفتي رئيس حزب الفضيلة وبرنامجه واهدافه هي نفس برامتكم واهدافكم فانا مقولي يعني ان احنا نحط ادينا في ادينا بعض ونقف ضد الفساد اللي زاد عن حده وانا شايف يعني اخوانا ان انا بقالي هنا في القفرج عشرة ايام ما حد لسأل فيا ولا قالي باب رحيلك فيني فقلت اجيلكم انا بقى عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض شوف يا اخ مصعد زيارتك لينا ديح على رأسنا من فوق احنا كلنا في النهاية بنعمل لصالح البلد وربنا سبحانه وتعالى دايما في عون العبد طول ما العبد في عون اخيه وحزب الفضيلة صحيح هو حزب له وزن كبير ودور فعال بين الناس احنا كمان عارفين انه حزب شغله الشاغل المواطن الفقير الغلبان اللي احنا برضو بنحاول نعمل للمواطن الفقير الغلبان ده كل اللي نقدر عليه كلام جميل انما بس يعني برضو ما تأخذنيش احنا ملاش دعوه بحكاية الاحزاب دي احنا ناس بنشتغل باللي بيمليح علينا ضميرنا وتعاليم دينا واندمامنا الحزب ممكن يضيع علينا كل اللي احنا بنعمله استغفر الله العظيم انا انا ما قلتش ان انتو تنضموا للحزب ولا اي حاجة انا بقول يعني ان احنا نقف مع بعض مش احسن ما تقفوا مع عاطية الساعاتي ولا الردواني الكومي احنا مش هنقف جنب حد يا اخ مصعد احنا هنقف جنب الناس الناس الغلابة اللي محدش حاسس بيهم ولما انتو خايفين تنضموا لأي حزب لاحسن يشفتكم ليه روحت المصطفى الهلالي ليه روحت المصطفى الهلالي لابا كان رئيس حزب الفضيلة ولابا دلوقتي بقيت رئيس حزب الفضيلة خلاص؟ غيرتوا السراتيجياتكم يا اخ مصعد احنا ما روحناش الاخ الهلالي بصفة رئيس حزب احنا روحنا للهلالي بصفة الشخصية كراجل بيقول كلنا مؤمنين به وبعدين في حاجة تانية يا اخ مصعد لازم ناخد بالنا منها احنا شايفين ان هو اللي حيبقى واحد مننا مش احنا اللي حنكون جزء منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ازايك يا شيخ محمد؟ ازايك يا سيد رضوان مين؟ تموس عبده المرشدي كمان موجود هنا؟ يا سلام والله العظيم ثلاثة انا حظر في رجلي انا ما تمنيتش للادي غير ان اشوفك انتوا الاثنين خير يا سيد رضوان في ايه؟ بقى اني كنت خارج من البلد وزهان ومخلوق وكنت حالف ما ارجعش ولا اعتبها تاني واني رجعك يا سيد رضوان؟ مصيبة كارثة وحطت على البلد اصبت ايه؟ اعطيها الساحة جال البيت وطلب مني اني اني انسحب من التخبات وانتوا مانوا اسيبها لهم اشهرة افطها لهم خدارة ما هو خلاص يا شيخ محمد؟ كل واحد دلوقتي اني نقط على قد فلوشه وايس بيه؟ وفوه جاء بالصورة دي تيجي للحد عندي اهيه؟ اتفضلوا افضلوا يا مولاد افضلوا يا حاج ادي اللي جانبك يا اخوي كله هياخد ما تقلقوش قالي طبع مين همين صورة والصورة بكلفاني اتنجي ليه؟ يعني دفع من اللهم الحي ميتنجي ليه؟ ديه؟ صورة عطيها الساعاتي وهو قاعد في الكباليه وجنبه الرقاصة ومن حواليه الناس او ايه؟ اتفراجوا الله الله يبقى واحد زي ديه ممكننا امنه على بلدنا الصورة دي لازم اهل البلد كلهم يشوفوها علشان يعرفوا الفسق والفجور اللي هم داخلين علىه حاصل يا شيخ محمد حاصل حاصل ده اني طابع منها ميت صورة بكلفيني بتنجي ليه؟ دلوقتي بقى البلد كلها حتى املها فيكم انتم الاثنين الشيخ محمد رجل التاقي الوارع الفاضل والاكل مسعد المرشدي رئيس حزب الفضيلة انما الدكتور مصطفى الهلالي من ساعة ما اخد الحكم بقعادة ترشيح ونزل مستقل ما شفناهوش في البلد ايه؟ هو لسه بيشاور عقله برضوه هو يقدر يواري وشه الحاد مزاور برأة مش برأة محكمة مش محكمة عليه قضية التجوير ساقطت بموضي المد ايه؟ وانت يا أستاذ رضوان نوع علي ايه؟ اني اني خدام الكل